اليوم البعض بيقول انه سيزار معلوف رايح عند او يتلاقى مع جبران بسيل مثل الناس رايح على الحاج هو رايح على الحاج والناس راجع كيف بتشوف لعن بيصير بالتيار يعني اذا اليوم قررت بيوم من اليوم تتحرف مع التيار بتلاقي بتقول اكيد انا مصيري حيكون مثل قلعون ويمكن من اول يوم انت ما بتضايي ممكن معهم دورة او اكتر لا لكن بدا نعطي بدا نفسه لهذا الموضوع هلو شقعين انا اليوم اذا نايب كنت هنرجع القوات سألتلك انا نايب بالقوات معي بطاقة قوات وملتزم بالقوات وعندي قضية هي القوات اللبنانية وهني جابوني نايب عايب علي ما كون ماشي معهم بالتزامهم كامل باي قرار بيخدوه صح صح او غلط برأيك بدك تمشي بدي امشي ولا بسلم البطاقة وبفلع بيتي المنصار الخلاف بين جبران ولياس بو صعب عملت زيارة انا والوزير ويقام وهاب والصديق النايب السابق ايمير رحم لاندي ياس بو صعب على غدا نقشنا الموضوع لانو نحنا وانا بالزيت بيعتبر الياس بو صعب هو بخسارة للمجلس النيابي وخسارة للطيار وللبنان اذا ما كان موجود شخص مك الياس بحبه ويحترمه جربنا نقرب وجوهات النظر بس لما سألته لدولة الرئيس لياس بو صعب انت معك بطاقة تيار وطني حر قال لي قلت له كانها عليك ما في واحد يكون معه بطاقة تيار وطني حر وعمل نايب ثلاث مرات مع الطيار وعمل وزير مرتين كان لياس ولا علان ولا غيره ولا ماريو عون ويجي هو ينفرد بقرار انتخاب رئيس جمهورية بحجب رأس الدولة كرأيس جمهورية مروني بحزب مسيحي قول انا بدي اعطي فرنجي او غيره في يعملها هاي دي ساعة البدو بيسلم بطاقته بقدم استقالته انه هو بربح بأصوات الطيار بيرجع بيعمل نايب وبياخد القرار البدوية يعني ما فينا نحمل مسئولية هون لجبران انه هو لا جبران معه حق اللي ما بدو يلتزم بقرار الحزب بيسلم بطاقته بروح بيعمل هو نايب بيعمل متل ما عمل لعنا نشيل ظاهر بزحلة عمل حاصل انتخابي لحاله وعمل نايب بياخد قرار البدو اياه آه يعني بهاي بتعتبر انه بتأيد القرار اللي اخده جبران بفاصل شخص يبني مرتين وزير ومرتين كلاتي نايب بدي ايجي انا امشي ضده شو ايدي عمي لاندو عالطاولة طب انا عم بقوله انه احنا فتنا اساس الطيار فيه ومبادئ معينة وصار فيه كتير تقلبات بخيارات سياسية استراتيجية بفل من الطيار ما له حق يضل بالطيار يعني انا الوقت لو كنت انا من اخذ قرار الطيار واجه فخامة الرئيس ميشيل عون اجتمع بميرنا الشلوح مع نواب بالطيار الوطني الحر ليقنعون يصوتوا لجهاد ازعور وهو كان فخامة الرئيس ميشيل عون قبل يسمي له جهاد ازعور مزغر ازعر ان كان رئيس حكومة وزير مالية بحكومة السنيورة 2006-2008 وقته بنت الدعوة بالابراء المستحيل عمل ابراهيم كنعان والطيار على جهاد ازعور بسرقة 11 او 12 مليار دولار وراحت عالقضاء بايام وزير مالية لهو جهاد ازعور انا لو كنت وقته بالطيار عامل نضال وانا موجود بالطيار الوطني الحر ليبينادي بالتغيير والاصلاح ما بقبل صوت لجهاد ازعور بس ما بقبل كمان ضال معي البطاقة وضال لي بقدم استقالتي بسلم البطاقة لاني انا ربحت بفضل الطيار بس ما بقبل اكسر اللي انا تربيت علي يعني في مطرح معه انحق بس بقلوا انحق لا يضالوا نواب ولا يحنلوا بطاقات ليه فت هدا الموقف يعني حضرتك من الناس متل ما عم بتقول مش هل قد تحسب من انك قريب من جبران باسيل خارج هيدا وعندك تجربة كيف سارت قصتك مع القوات وعم تقول لا بالالتزام الحزبي معه حق الحزب مية بالمية ملتزم حزبيا بدي يلتزم انت ما بتقدر تكون ملتزم حزبيا اكيد لا لايكي انا هلا مش عم بحتي يعني اذا جين شرط اليوم يقلوا لك التيار لتترشح معنا بدك تحمل بطاقة التيار صعب كتير هاي هاي صعب كتير هاي هاي دي هاي دي اسيسا نضحك عن ناس يعني انا اليوم اجا قلي الدكتور جعجع بك تحمل بطاقة قوات لتعمل بالقوات احنا ماني قوات القواتي بيكون خلق بيتدرج بيطلع ستاب باي ستاب بعد درج ليعمل يكون بالقوات اللبنانية بس ازا واحد رايح يحمل بطاقة حزبية ما شو ما كانت لا يوصل هادا ما قلو حق مسي للشعب بتلاقي حالك بواحد من هول حزبين محق كحزبي اه لا للحقيقة لايكي بحب اتنين بس انا ازا جيتي اليوم قلتلي عندك خيارين تفوت عحزب ما فيش انا ما فوت عحزب وماني ضد الاحزاب اللي الشارف كون باي حزب منهم يعني بس ازا خيارتيني اي حزب بتنقي بقلك حزب القوات انت قوات كاراكتيري قواتي كاراكتيري قواتي ايه كاراكتيري قوات لبنانية اه بس هلأ بس عبلك من زحلة بس تفوت موافك اليوم ما بعرف قديش بتشبه مواف القوات اللبنانية رح احكي عنهم اكتر بي موضوع الوضع السياسي اللي رحنا فيه ايضا حضرتك مكرب من الوزير السابق سامن فرنجية صح لا مش مش مزبوطة لحاك بس كان عندك الزيارة لالو اه لا انا عطوني اه النايب طوني فرنجية كان معي بالمجلس وقتا كنا سوا وفيه علاقة تعرفي النواب بالمجلس بالليجين وبيصيروا رفقة مع بعضهم وبكبر ان يكون صديقي ايه طوني فرنجية ما انه شخص عادي طوني فرنجية العلاقة مع فرنجية ما في علاقة نهائيا تم غدا انا وسليمان بايك فرنجية عنده بزغرته عزمنا على غدا ولبيت الغداء اه بس يمن اه اه اتغدى مع حدا يعني بيحملوا بطاقة يعني القوات اللبنانية اللي منستقبلوا الرئيس عامبي مهراب 18 وصوتوا له لرئاسة الجمهورية من بعد ما تهموا انه هو مرشح سوريا وايران يعني صاروا القوات عونية والعونية قوات عنا المشكلة باللبنان انه كلمة اثنين تقوا مع بعضهم بديوا يلون التاني انا لا بصير متل غيري ولا بقناع غيري يصير متل مش بيغدا او بيعشا واحد بيكون تابع للتاني بتاية رشح سيمان فرنجية للانتخابات الرئاسية بتشو في رئيس جمهورية اللي انت بدك تتمح له لك انا بالنسبة للي كنت عطول شعاري واضح انا مع الاصيل ولست مع الوكال فالاصيل باللبنان اليوم هو لا يجي يعمل رئيس جمهورية حسب اصوات المسيحية التفضيلية بالانتخابات اخر انتخابات ما رأيت قوات اللبنانية اخذت 20000 ساو التفضيلة طيار الوطن الحر اخذ 140 الف 150 الف كانت الاصوات متعادلة بالداخل اللبناني اما بالاختراب بسبب الثورة والحملولة رئيس ميشيل عون المسئولية عن انهيار اللي صار اشتت اصواتهم بره كانت القوات اكتر يوم عنديك شخصين الليزم يكونوا بيب عبدا واللي هني الدكتور سامير جعجا او جبران بسيل وللأسف اثنينيتهم ترشحوا وهني هالشخصين من ضمن اصوات المسيحية والشعبية المسيحية واكبر كتلة مسيحية متل ما المترجم للقناة 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 المترجم للقناة